موضوع مهم كلنا أكيد من مر به لما الواحد بيطعب أيا كان نوع التعب ده لكن دايما بيكون في فترة التعب في فترة ما بين التعب وبين أن الواحد يستعيد صحته يتعفى إحنا بنسميها فترة النقاة فبنقول إيه اللي عنده شوية برد خلي بالك دي فترة النقاة عشان هو ممكن يعديك فكرة لنقول كده فعلا الفترة دي بتبقى فترة الجسم أنهك فيها تاعب فيها فأولها يمكن ما بنقدرش نأكل أكل صحي طول الوقت أو نحن يعني يبقى لنا قابلين للأكل في ناس ما بتقدرش فبنبدأ لما نتعافى نستشعر الجوع ونبدأ نأكل أو يعني نطلب الأكل وبعدين هل فعلا المكملات والفيتامينز في الفترة دي تدعمنا يعني تبقى عامل مساعد مش عامل نمنعه في فترة النقاة دي أنت عارفة عظيمة حتى لو أنا أو أنت عندنا شوية برد ما بنقولش على فكرة أي حد بيجيله شوية برد بتلاقي شربة وفراخ بالعافية يسند طوله عشان يقدر ياخد العلاج؟ بالزبط لا وكمان الوقت البرد أو وقت العية الجسم بيسحب كل طاقتك عشان يحارب الفيروس يحارب البكتيريا لأن عملية الهضم نفسها محتاجة طاقة على فكرة يعني عملية الهضم على عملية صعبة جدا إن إحنا ناكل وينزل المعدة والميكروبيوني يشتغل وحمض المعدة يشتغل وبعد كده ينزل على الأمعاء والميكروبيوني فتت الأكل كل ده طاقة وقت العية ما عندناش طاقة فما منقدرش ناكل وقتها بما فيه رهيب الفيتامينات والمعدن يعني وقتها لازم لازم وقت العية ناخد فيتامينات ومعدن مش بس نستنى للنقاها يعني وقت وإحنا عيانين مفيش آكل ناكله يبقى فيه نقص فيتامين سي فيه نقص فيتامين بي فيه نقص فيالزنك فيه نقص في المناعة فيه نقص في تمثيل الجزاية يارامج جيس أمawlنا باحتاجينها لممكن ناخدها فايتامين سي انه ممكن نأخذ بس فيتامين سي لذلك يدعم لا مش فس فايتامين سي مهم انه مش فلا طاقم باحتاج насколько care تبقى لا نريد أن أемуك صح بود أن يستخدم صفح طبعا. فأسهل طريقة نحن نعمل بالانس للفيتامينات أن نأخذ أرس واحد من قلب مالتي فيت يوميا. فترة النقاها وفترة العية وكل يوم. أنا مش بدي فيتامين أعالج عية معين أو أعالج مرض معين. أنا أبدي فيتامين عشان أدعم التمثيل الغذائي ودعم صحتي ودعم مناعتي ودعم من شعر ما يقعش ودعم شكل بشرتي. فلازم أستخدم قلب مالتي فيت فترة النقاها بمهمة قوي. ومن قبل فترة النقاها بنصح جدا باستخدام قلب مالتي فيت. وش معنى قلب مالتي فيت عظيمة؟ لأنه أولا واخد ترخيص من هائل سلامة الغذاء. وده يديني ويديك ويدي كل أستاذ المشاهدين الأمان المية في المية أنه بيبلع حاجة أو بتبلع حاجة هي أمنة لأن التستاذ دي بتعمل على أي منتج قبل ما ياخد الترخيص بتعمل عليه تستاذ مرة واثنين وثلاثة وعشرة. أنه آمن أنه موجود في تشتري أي حاجة مستدلية أنت عرف أنها أمنة.